السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللبس عليكم كنتمنى ان شاء الله ياربتكنوا باخر وعلى خير والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي مرحبا بكم في شهوات مينا اليوم ان شاء الله كيفما انتلاحظوا معايا غادي نشارك معاكم طريقتي الخاصة لبنينة والديدة باش كنحضر صوبة او شور بدلات الخضار كتجي كتحمق والديدة انا متأكدة ان شاء الله إلا جربتوها غادي نتعجبكم وغادي نحمقوا لاحظة توليداتكم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو تستفدو منو وكنتمنى لكم فرجة ممتعة ونبدأو على بركة الله بالنسبة المكونات هنا يا عندي السبانخ او لزيب بيناخ راه ديجا كنتشاركت معاكم في احد الفيديو سابق طريقة ديالتنقية ديالهم والغسيل ديالهم هي اللي درت دبايا انا يا باش احتافت بادوك السبانخ اللي كتلاحظوا معايا عندي هنا يا خيارة كيفما كتلاحظوا عندنا واحد ثلاثة ديالبطاطات حجم متوسط ولكن عندكم الوليدات الصغار دروري دروا البطاطا هنا يا عندي واحد جوج لفتات الحجم ديالهم صغير حتى هم مزيانين كيعتوا مادة قزوين وكيفيدوا في الصوبة وعندنا القرعة الحمراء او القرعة الاحمراء ركتلاحظوا الكيمياء اللي درت وعدنا واحد الربع ديال الملفوف او ليشو وعدنا جزارة كبيرة ولا ديروا جوج ديال جزارة صغار او خيزو وعدنا صدر ديال الجاج وعدنا معلقة كبيرة ديالت الزبدة اللي كتبقى اساسية غن تكلم لكم عليها واحد البصلة حجم متوسط كينش مكونات اللي هما كيبنوا لينا الصوبو كيعتوا كيجيبوها الليدة مايتشبعش منه الاساسي الاول هو الزبدة قد ما كانت الزبدة نوعية زوينة وبنينا في الغالب كان ديرها كتكون نوعية حيوانية يعني اللي كان خدمو بها تكون جودة ولا صنطرال هنا في المغرب راها كتعطيوا واحد الماداق اللييد في الصوبة البنات ما تبخلوش على رأسكم بها عير ديرو هالطريقة اللي غادي نقول لكم انايا وهنايا عندي صدر ديال الجاج كيف ما كتلاحظو كيبقى اختياري أنا شي مرات قا ما كان دير فاقا على البروتينات وكتجيبنينا ديرو انتم اللي كيناسبكم ممكن داك صدر ديال الجاج ديرو عير العظم ديال البقري ولا عظم ديال الغنمية ولا أي عظم عندكم في تلاجة ولا ديرو طرف ديال الحم هاتش كيبقى اختياري بالنسبة لكم ولكن بالعظم ما كتجي ألدو كتجي أبنن صاف هنا ديك البصلة عندي حجم متوسط كيف ما كتلاحظو قطعتها هكدا يا مربعة صغار كنضيفها المقلة اللي عندي اللي ضفت فيها الزبدة وهذا كصدر ديال الجاج وغادي نضيف لها السبانخ صاف هنا يا يعني حيت باش نمشي ندي يعني كل شي فوق النار ما غاديش نخلي هكدا يا المقلة حدا يا حتى نقطع جميع الخضروات بالنسبة الخضروات اللي بنات كيبقوا اختياريين هما الاساسي فيهم هو كيكون خيزو او الجزر ضروري منو والبطاطا والقرعة بالنسبة للقرعة الى توفرت عندكم حتى القرعة الخضراء او الكورجات حتى هي كيجي بنينة وكيجي الماداق ديالها مزيان والخضروات رأيي غير انتوما طريقة باش غادي نصيب اليوم حاولوا ما تديروش الخضروات اللي فيهم الخيوطة بحل اللوبيا او القوق حتى هو كيكون فيه شي ما كيتطحنش دغية واللوبيا حتى اللوبيا ما كتجيش بهالطريقة اللي غادي نصيبها اليوم صفي هناين بعد ما قطعت أخيزو اللي عندي غادي نقطع البطاطا بالنسبة للبطاطا زيدو لنقصو على حسب انتوما الضوء ديالكم بالنسبة لي انا بحلي كترت شوية من البطاطا ديرو عير جوج كافيين وبالنسبة للخيار حين تلبرد يعني ما كنديروش لادة بزاف يعني ما كنديروش صلاطات ديرو الخيار في الصب راكيجي ماداق ديالو رائع جربوا ما عندكم ما غادي نتخسروه جربوا الخيار في الصب عادة أنا في اللول كتكينجور را ميمكنش يجي الخيار وحتى الخصة البنات راكيجي في الصب ممكن تعاوضو هاد ليشو هذا تعاوضوه ديرو حتى الخص راكيجي الماداق ديالو رائع كنديرو لي نفس الطريقة اللي غادي نديرو هكذا يليشو صفي هنا من بعد ما قطعت حتى القرعة أو القرعة اللي عندي صفي الخضرها هي قطعتها وعندي المقلع فيها السبانخ وفيها البصلة وفيها هادك صدر ديال الجاج وهادك المعلقة ديال الزبدة اللي كنأكد ليكم ما تديروش زيوت في الصب باش ديكم بنينا ديرو الزبدة وكننأكد عليها الزبدة تكون نوعية ما تديروش نباتية ديروها نوعية حيوانية غادي جيكم ألد صفي هنا يا كيف ما كتلاحظو معايا غادي نضيف واحد شوية ديال الملحة صفي هنا باش يتشحر لي هادك السبانخ هنها السبانخ كيعطو مدق رائع في الصب مهم إلا كانوا تبارك الله ما كانوش ديرو عير البصلة والزبدة وهدك الطريف ديال الحم ولا ديال العدم ولا ديال الجاج ديروه وما ديروش هدو لما توفروش سبانخ أما لا توفروه عير ديروهم راكيج زي ما كيعطو حد اللمسة خاصة للصب هاكده باش وليداتكم ياكلوا الخضروات ويعني تقولي ابندم ياكله ومش هيها ما تبقاش ديك الصب الباسلة ولا كتجي مبنيناش صراحة صاف هنا ينبعد ما غادي نخلي حتي تشحروا لي هاكده خاصة حتى البصلة تولي شفافة وليزيبينا غيطيحو في مرة وحتى داك الصدر ديال الجاج اللي درت انا ياه يعني تهوي تشحر واحد شوية بالنسبة كيف ما قلت لكم البروتين ديرو أي حاجة بالنسبة لكم كتناسبكم أنا هنا كيف ما قلت لحظو درت اللي متوفر عندي واللي متواجد صاف هنا مبعد ما شحرت المكونات المكونات على هاتشكل هادا اهو الفيديو كيباليكم يعني تشحروا بدك الصيف ديال الزبدة غادي نضيف الخضروات اللي عندي بالنسبة الخضرات كيف ما قلت لحظو القرعاء ليشو وديروح كيف ما قلت لكم الخيار راني دايجا درتو راها صراحة كيعطي واحد اللمسة غزالة في الصوبة وكيف ما قلت لكم في البداية ديروحت الخصرة وكيجي يعني ما كان ديروش شلايد والسلاطات لهم ما نستفدوا منهم فأنا كنت توفر عندي الخصول والله إلا كنت درتوه هنا هي كان عندي الماء غليان كنت مطيبة الماء غادي نضيف ما تكتروش الماء حينت هاد الخضرات هادي كلها غطلق لنا الماء أنا تقريبا درت يعني بحالة تقولوا القدر أو لا القاملة اللي كالطيبة ديرو الربع ديالها عمرو بالماء سوفو غادي نخليها طيب تماما حتى سوف نحس بها بأنها طابت سوف نقصية هاكدة بواحد سكين معرف انه انتو ما جربو عره خيزو يباليكم طاب سوف راها طابت حنت خيزو ولي كيرفت شوية طيب حاولو تقطعو طريفات صغار سوف هنايا لاحظوا معايا هنايا في هاد المرحلة هادي البنات لك انتو غا تعطوها لوليدات صغار ديرو فيها فروماج كيري في هاد المرحلة راها كيعطاتها وكيبننها كتجي بنينة أنا كنعطيكم مقويمات باش ديكم الديدة وبنينة باش يعني تعجب حتى توليداتكم سوف هنايا لاحظوا معايا هنايا كانت طحنها شوفوا الطريقة اللي طحنتها با أنا درت الميكسور ممكن لما عندكم ش ديروها في الموليناكس ولا طحنوا بأي وسيلة عندكم طحنوا بها الصوبة علش قدت لكم ما تديروش اللوبيا ديك اللي في هالخيوطة كيواليو ما كيتطحنوش لنا وكيواليو عاطينو حد المنظر ما زوينش في الصوبة رضيجة حنت كنتك نتكلم لكم عن تجريبة اللوبيا ما كتصدقش في هات الصوبة هادي ديرو الخضروات اللي ما فيهمش الخيوط هنا كيف ما كتلاحظوش في الصوبة ديالتها هي وجدات تبارك الله فيها البروتينات فيها الورقيات وفيها النشويات اللي هما البطاطا فيها جميع الفيتامينات ودفتو لها الفورماج راها كاتجي لديدة بنينة انا متأكدة إلا جربتوها ودرت شوفها الفورماج في الآخر انا مدرتوش حين تعير ليها والصراحة هادي كلها مسال اللي كتشحروا بها البصلة والزبدة في البداية راها كتعطاها واحد المذاق رائع انتوما ما عندكم ما غانين تخسروا كيف مقتلكم في البداية جربوها وان شاء الله انا متأكدة غادي تعجبكم وانتو مشكل ديالا كيفاش كتجي كتجي رطبة وان اللي نأكد عليكم ونعطاكم يعني والله اللي بناتجربوها بطريقتي وبالنسبة للخضروات ما تنسوش اللي قال الكورجيت ديرو الخص ديرو الخيار ديرو خيزو اللفت اه كيفما قل لكم البطاطا اي حاجة ديروها راها كتجي بنينة كانت منه ان شاء الله يعجبكم الفيديو تكونوا استفتوا منه وتصيبوها تصبها هادي تدفاوا بها في هاد البرد تبرعوا بها احت توليداتكم ودائما اللي عجبتكم طريقتي ما تبخلوش عليها بالتعليق ديالكم وليكات ديالكم اللي دائما كتفرحني وما سخيتش بكم كيف ديمة وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله